السيدة ممحمد من اسيود تتفضل السلام عليكم فاضلتي السيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله انا عند ابني يا فاضلتي السيخ كانت في كلية الطب وجات له حالة نفسية فهل ده غضب من ربنا يعني هو قاعد يعني دلوقتي لا حيوله ولا قوت إلا بالله وعملت له أوراقه للمعايش يجبونه معاش سنة وبعد كده وقفوا عنه هو سؤالي دلوقتي حاجة ممحمد سؤالي سؤالي عايزة أعرف دعاء للقرب حاضر أقول لحضرتك وهل دوت خدم من ربنا حقول لحضرتك حاضر حاجة ممحمد بس أنا عايزة أقول لحضرتك هو ابن حضرتك أنت لسه عايزة أسأل حضرتك هو ابن حضرتك تعرض لصدمة ولا إيه لا والله يا فاضلتي السيخ ده كده لأنه كان طالع من أوائل الطلبة من مرحلة اتدائي لغاية تنوي وهي ما عرفش عين ولا إيه والله أعلم حضرتك بس هو لما دخل من أول الكلية حصله كده ولا في تانية كلية ولا تالتة كلية ولا إيه لا لا من ثلثة سنة يعني هو ثلثة سنة وعام يعني هو حالة النفسية ابتدت من ثلثة سنة وعام آه والغاية ده أتدت سنة عالفين واثنين ودخل الكلية بيها ودخل الكلية بيها طيب أنا أقول لحضرتك حاجة اللي حاضرتك بتقول لي دوت ده دي أمارات لحاجة معروفة في علم النفس فابن حضرتك محتاجي محتاج شيء من العلاج فشيء من العلاج دوت لإنه هو حصله حالة من حالات ضغط النفس اللي فيه بعض الناس بيقدروا يسموده قدامه وبعض الناس ما بيقدرواش يسموده قدامه إنه هو التفوق 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 عتلاقي حداك التفوق دوت وراه إنه هو عايز يرضي الناس عايز يحس إنه هو إنسان مميز عايز يحس إنه عوض حضرتك عن بعض المتاعب اللي انت فيها فالضغط ده الضغط ده الضغط ده في لحظة من اللحظات فيه ناس ما بتستحملش ده لعدم السمود النفس ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا 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 علمنا ايه؟ علمنا ببساطة ان ليس المرء ان يذل نفسه قالوا كيف يذل رجل نفسه يا رسوله؟ قال ان يحمل نفسه ملاطيق بلاش نضغط على اولادنا بهذه الطريق وتعلموا ان انتوا تحبوا اولادكم عشان هم محبوبين عندنا مش عشان هم متفوقين فعشان كده بقول لحضرتك ابنك استمر معاه في العلاج وان شاء الله ربنا يصرف عنه كل ده ويرجع تاني يستمر في التعلم ومش لازم عشان يستمر في التعلم لازم يبقى الاول لكن يستمر في التعلم عشان الله سبحانه وتعالى بيعلمه عشان يحب ان هو يتحسن مستوى ويبقى حياته اسعد عوديه على ده وان شاء الله سبحانه وتعالى ما جايز انت لو رفعت عنه الضغط ده يخفه ويبقى زي الفل يبقى ده مش غضب من ربنا ولكن ده مرحلة من مراحل حياتنا هو من امدى المرض كان غضب من الله سبحانه وتعالى المرض بيرفع الدرجات ويخفف وخلي ابنك يتعودي ابنك ان انت تقول له على فكرة احنا في عندية ربنا مش حدث النبي صلى الله عليه وسلم ارعى الرب العزة ان هو بيقول مرضت ولم تعودني قال كيف تمرد وانت رب العالمين قال الم تعلم انه مرض عبدي فلان فلم تعوده الم تعلم انك اذا عدت ووجدتني عنده فابنك في عندية ربنا في معية ربنا علمي ان هو في لطف الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ازيحان اما الصيغة اللي ممكن تقوليها قولي على قد ما تقدري صيغة الصلاة على حضرة النبي الصيغة التفرجية اللهم يصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله قولي ده على طول ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ازيحان نكم